أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين تواصل العمل على تعزيز البيئة الاقتصادية لزيادة تنويع مصادر الدخل بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسيا للنمو بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين وأشار صمو حفظه الله لأن مملكة البحرين اعتمدت التنافسية كمؤشر أساسي لاقتصادها مما جعلها مركزا مهما لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات الأجنبية وتجهي على الاستثمار للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويتجلى ذلك من خلال توقيعها للعديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الاقتصادية مع الدول الأسيوية وتوسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة والانفتاح على الأسواق الخارجية بما يخدم التوجه الاقتصادي في المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال لقاء سموه في قصر الغضيبية اليوم سعدت أسايد شو تشينغ عمدة مدينة شينغن الصينية والوفد المرافق له حيث رحب سموه بعمدة مدينة شينغن الصينية لسيارته التي يقوم بها إلى مملكة البحرين لتنظيم منتدى أعمال البحرين شينغن حيث تناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين منوها سموه بأهمية تحويل هذه الفرص إلى مشاريع مشتركة بمشاركة القطاع الخاص بين البلدين للدفع قدما بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التطور والنماء وبما يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالنفع والازدهار لافتا سموه لأن ما شهدته العلاقات البحرينية الصينية من تميز وتطور تجسد ذلك من خلال عمق الصداقات التاريخية التي جمعت بين البلدين والذي ساهم في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين مضيفا أن الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات أسهمت في توثيق علاقات التعاون وعززت من الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين من جانبه أعرب سعادة عمدة مدينة شينجن الصينية والوفد المرافق له عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكين بجلالة الملك ولي العهد وما يبديه سموه من اهتمام في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات التي تسهم في تنمية اقتصاد البلدين الصديقين